تعيي، أنا هعرض لكم دلوقتي مجموعة تصور وهعلق عليها بأسئلة أبنا يسطر بقام الصور نخلنا على الجد كده علي معلول، محمد هاني، أليو ذيانك السؤال هنا لشريف رسالة لكل واحد فيهم بعد تقلقهم في المونديال الأندية محمد هاني أثبت جدرتك عن استحقاق الفترة الأخيرة وده دي إمكانياتك لأنه هاني طالع على إيدنا طالعوا من هو ناشئ على إيدنا كما يتمرى معنا لسه في البدايات علي معلول، قيمتك كبيرة عندنا استمر زي ما أنت احنا عارفين قدراتك وإمكانياتك كويسة أوي مهما تقدم العمر ديانك 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 احنا نسميه الدبابة بتاعتنا بتاعت نص ملعب قط الأمان الوسط انت لعيب محترف وكبير وليك مكانة عند كل الأهلوية إن شاء الله نتمنى الاستمراريات بتاعتك سؤال في الرياضة برضو بس دي كنتم الاثنين أفشا محمد شريف الشرناوي لو عايزين توجه رسالة لكل اللي عام فيهم رانا أفشا أبو مالك عشان هو أنا مالك وعندي مالك وهو عنده مالك ناشئ هو صديقنا كمان صديقي وصديق جوزي جدا ها هقول له ركز أكتر انت لعيب بشوفه من اللعيبة المهمين جدا 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 وعايزك تفضل في الملعب مما تركزش مع تعليقات الناس تماما تماما خليك زي ما انت وركز وتقدم أكتر وأكتر لأن احنا نسمي لنا كتير قوي محمد شريف محمد شريف أنا برضو شايفة من اللعيبة لفقد تركزها لفترة اللي فاتت وأتمنى أنه يرجع للمستوية زي ما شفناه في البداية لما جي نادي الأهلي وش الناوي وش الناوي ده بقى يعني أنا بشوفه الأمان بصراحة على الرغم من بعض الأخطاء اللي حصلة في الفترة الأثيرة من محمد ش الناوي كحارس مرمع لنادي كبير زي نادي الأهلي ومحتاج برضو يرجع لتركيزه تاني حاجة أخيرة على الشرناوي بس قريدي هو كان الشمس ضربة في عينه جدا هناك في السودان درجة حرارة عالية جدا والشمس هناك شمس بجد يعني وبعدين الشمس هو كان مواجهة بنفس اتجاه الكرة بالضبط فالتوقيع حتى لو كله ياخد باله تحس أن حتى الكرة كانت خلاص قربت من وشه وبعد كده هو عمل بيده العكسية فأنا بقول إن السبب الناس باقي بدخوله جونة بلاني هو الشمس أوكي رسالتك لي رسالت لي عشانا وإنت أقول كبير إنت أنا مش محتاج تقييم من حد استمر زي ما أنت أكبر أعظم حراس المرمع في العالم بالأخطاء دي وردة في كرة الخدم بس تاريخه طبعا طبعا تاريخه طبعا يشفر وكل حجر لو جب معصام الحضري في الآخر أنا أزوريك الجوان يعني اللي هي حاجات اللي هي البسيطة جدا هو بيمسكها بتقع من يده بتخش ده يقلل من عصام الحضري لا ولكن أكيد طبعا فيها عامل خارجية احنا مش طالبين غير الاستمرارية بتاعته في أداءه وفي مكانته اللي هو أصلا يعني كل الناس بعيدة عنه فيها يعني محمد شريف محمد شريف انت يعني فرو كبير جدا الثقة اللي عندك مش عايزها تتهز بس أنا شايف بس الفرصة الأخيرة أو الفرصتين اللي يقولوا دول حسيت إن عدم الثقة بتاعته قلت شوية واللعب ثقة في النفس ما هو اللعب الكورة شوية ثقة بالنفس بالذات في الانديها الكبير أفشا أفشا انت لعيب مهم جدا للفريق لازم ترجع زي ما كنت زي ما الناس عارفاك كويس انت قريدي مكانك محفوظ انا مش عايز دايما التقييمات للعيبة برضو تبقى بالماتش إنما أفشا عايزينه الأفشا بتاع الفترة الأولى إن شاء الله بقى القضية بقى القضية مالينا عاضية برضو تبقى بقى القضية بالسوار اللي بعد كده رانا بهاق سلطان قدامنا أحمد سعد رامي صبري مين أفضل صوت في دول من نسبالك؟ هو كل واحد فيهم في حتة ما ينفعشن القدم بتاعي أنا بصني شو أنا ضد بصي أنا عارفة قبل ما أسأل السؤال ده أنه هو أني انتي مزنوقة جدا في صور لا مزنوقة لأنه هو كل صوت فيهم في حتة بتاعك في حتة ما ينفعشن قلت لك بالنسبالك بالنسبالك إنتي بالنسبالي؟ أه بصي أنا عايزة أشرح لك حاجة صغيرة قبل ما جاءوا هجاوبك أوكي أنا مش هسيبك والله هجاوب أنا ضد فكرة نحنا نقارن أي فنان بأي فنان أنا بحس أن كل واحد ليه بصمته وطعمه من فعش نقارن حد بحد أنت بتشغلي مين؟ فيهم في العربية كلهم التلاتة فعلا والله العظيم فعلا لا تعالي تعالي أرتب لك مثلا معيني ما ينفعش أن أنا أرتب لأن برضو زي ما بقولك كل واحد فيهم ليه الحتة بتاعته؟ رامي صابري الحتة الرومانسية الرهيبة اللي ما يغني شجن يخليك يعني خلاص بقى سلطان يعني السلطانة كلها سلطانة الراجل مطرب بجد أحمد سعد مطرب عرف في غني الشعبي وغني وعرف في غني الأغاني الطرابية اللي فيها أغاني فهو كل حد فيهم ليه منطقته اللي ما ينفعش نقرب ناحية ولكن خليني أحط رامي صابري بالنسبة لي في المقدمة لأن أنا رامي صابري على المستوى الشخصي أنا بعتبره من أهم الناس في حياتي الشخصية ومن أكثر الناس اللي أنا بحترمها وليه موقف معايا كبير جدا مستحيل لأنا أنسى كان فيه فترة كنت بنفصل أنا وزوجي وكننا خلاص يعني الموضوع كان بينتهي تماما ومرامي صابري كان هو من أكثر الناس اللي كانت واقفة في الموضوع ده ونقدر نقول أنه هو سبب كبير جدا من الأساب اللي خليتنا رجعنا البعض آه ده يعني طبعا بسبب هنزدوقك كمان مش تصدقك أنا معاك معاك وأقولك أنغام وشرين وأمال ماهر برضو كل واحدة فيهم الصوت النسائي القريب لقلبك في دول أنا بحيبهم قوي هم التلاتة وأنا كمان بس رأتي بهم يعني كل حد فيهم لي قيمة يعني كل حد فيهم قيمة كبيرة طبعا طبعا يعني شي عبدالوهاب برضو يعني أنت لو سمعت هتقدرات تسمع للتلاتة وارة بعض عادي جدا من غير ما ترتبي بس فيه ناس بطبعا عندها أغاني الفنانة دي مفضل من هذا ميالة لحد أكثر أنا غامة 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 عبدالباسط حمودة أحمد شيبة ريدا البحراوي الصوت الشعبي الأقرب لقلبك واحد بس باحد منهم عبدالباسط مشيبة ريدا البحراوي حتة دي صعبة قوي قل هم؟ ادري عليا؟ هو جيه عليا؟ لا أنا عليا المفروض عباسط أنا شايف صوته مختلف ومهم جدا بسمة صوت محمد بسمة صوت محمد هرتبهم عبدالباسط حمودة ثم ريدا البحراوي ثم أحمد شيبة أنا معاها شكرا